أيها الإخوة الكرام الخاشعون في الصلاة درجات وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع الخاشعون في الصلاة على درجات خمس المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوسوس والأفكار المرتبة الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوسوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لألا يسرق من صلاته فهو في صلاة وجهاد والمرتب الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها فلم يضيع منها شيئا بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها والخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكنه مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده وقد اضنحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه وهو قرير العين به أيها الإخوة الكرام أحد أسباب الخشوع في الصلاة أن تزيل ما يشغلك من المكان فعن أنس رضي الله عنه قال يقول عليه الصلاة والسلام يخاطب عائشة رضي الله عنها أميطي أي أزيلي عني هذه التصاوير فإنها تعرض لي في صلاة رواه البخاري يعني شيء يلفت النظر شيء يشغل القلب ينبغي أن تزيله من المكان فإن لم تستطع فعند ابن القيم ينبغي أن تغمض عينيك إن دخلت إلى مكان يلفت النظر ويشغل النفس وقد تتأمل في اللوحات التي على الجدران وفي طريقة الزخرفة والبنيان وفي فخامة الأساس إن رأيت نفسك تسترسل فيما حولك فالأولى أن تغمض عينيك إن لم تستطع أن تزيل الذي أمامك إذن الشيء الذي تراه في الصلاة إذا شغلك عن الاتصال بالله عز وجل فقد ضعف ثواب الصلاة وربما لم تحقق من الصلاة ثمرتها أيها الإخوة الكرام في المكان الشيء الذي يشغل المصلي إما أن تزيله وإما أن تغمض عينيك كي يتحقق الخشوع في الصلاة مما يضاف إلى ذلك ومن الإسقاطات التي يمكن أن تكون في هذا الزمان أن تصلي في غرفة الجلوس والأهل يتحدثون ويتناقشون ويتخاصمون أن تصلي والمذياع مفتوح والأخبار تذاع أن تصلي في دكانك وموظفوا المحل يتناقشون مع الزبائن بالأسعار أنت معهم ولست مع الله عز وجل فإذا صليت في مكان عام في مكان في حديث في مكان في مناقشة في مكان في أخبار مهمة أنت مع الأخبار قطعا ولست مع الله عز وجل فينبغي أن تبتعد عن مكان يشغلك عن الله عز وجل أول سبب من إزالة العقبات أمام الكشوع أن تبتعد عن مكان فيه ما يلفت النظر فيه ما يشغل القلب أو فيه أصوات وحركات وسكنات قد تكون معها ولست مع الله عز وجل إذا كنت في بيتك ادخل إلى غرفة ليس فيها أحد وصلي أما أن تصلي في غرفة الجلوس لأنها دافئة والأهل يتحدثون ويتناقشون وأنت معهم في حديثهم لكنك تؤدي حركات وسكنات قد لا معنى لها أيها الإخوة الكرام أيضا ينبغي أن نتجنب الصلاة في أماكن الحر الشديد والبرد الشديد فالجسم حينما يكون مرضوضا بحر شديد أو ببرد شديد قل ما يستطيع صاحبه أن يقبل على الله عز وجل فتوفير المكان الدافئ في الشتاء والمكان المعتدل في الصيف هذا أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة من هذا المنطلق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد في صلاة الظهر بالصيف لأجل هذا إن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبد هذه العبادة بتكره وتضجر فمن حكمة الشارع أنه أمرهم بتأخيرها حتى ينكثر الحر فيصل العبد بقلب حاضر ويحصل مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى أيضا لو تركنا المكان وما فيه من تصاوير ومن زخارف ومن ضوضاء ومن حديث ومن حركات ومن ثكنات وما فيه من برد أو حر لو أتينا إلى الثوب الصلاة في ثوب مزركش زركش فخم جدا قد يشغل الإنسان عن صلاته هذا للرجال وللنساء والنساء أولى من الرجال في هذا يعني المبالغة في العناية للثياب وأنت تصلي قد لا تتم الرقوع والسجود حفاظا على سلامة الثوب فينبغي أن تصلي وأنت مرتاح مما ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بهذه الخميصة فإنها شغلتني اذهبوا بهذه الخميصة فإنها شغلتني وهو بهذا يعلمنا ألا تنشغل لا بالمكان ولا بالثوب عن الاتصال بالله عز وجل أيها الإخوة ومن دفع أسباب عدم الحشوع في الصلاة ألا يصلي المصلي وبحضرته طعام يشتهيه فكان عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الإمام مسلم لا صلاة بحضرة الطعام إذا وضع الطعام وحضر بين يدي المصلي أو قدم له بدأ بالطعام لأنه لا يخشع إذا تركه وقام يصلي ونفسه متعلقة به بل إنه عليه أن يأكل أولا ثم يصلي ثانيا فإذا قرب العشاء وحضرت الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام فابدأوا به قبل أن تصلوا وفي رواية أخرى إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه من أجل أن تصلي وأن تخالي القلب يحمل على هذا جاءتك رسالة مهمة افتحها وقرأها ثم صلي تنتظر فيها حوالي يترى أرسل الحوالة أم لم يرسل اشتريت آلة تحتاج إلى أن تفهم بعض دقائقها افتح الآلة واهتم دقائقها ثم صلي لا تدع شيئا يشغلك عن الصلاة أيها الإخوة الكرام أن لا يصلي المصلي وهو حاقن أو حاقن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاقن والحاقن الذي حبس بوله فضلا عن أن هذا مضر صحيا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي المصلي وهو حاقب والحاقب الذي حبس غائطه لا حاقن ولا حاقب أفرغ مثانتك وأفرغ أمعائك واسترح ثم صلي هناك من يريد أن يصلي من دون أن يتوضأه جديدا فيصلي وهو حاقن ويصلي وهو حاقن وفي هذا نهي شديد لأنك مشغول بإفراغ المسانة والمستقيم عن الصلاة قال بعض العلماء من حصل له ذلك فعليه أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته ولو فاته ما فاته من صلاة الجماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في صحيح الجامع أنه قال إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء بل إنه إذا حصل له ذلك شعر بحاجة إلى الخلاء أثناء الصلاة فإنه يقطع صلاته لقضاء حاجته ثم يتطهر ويصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان البول والغائد أيضا من أسباب دفع موانع الخشوع في الصلاة أن لا يصلي المصلي وقد غلبه النعاس فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول أي فليرقد حتى يذهب عنه النوم رواه البخاري وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه رواه البخاري أيها الإخوة الكرام ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن لا يصلي خلف متحدث فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تصل خلف النائم ولا المتحدث وهو في صحيح الجامع لأن المتحدث يلهي بحديثه والنائم قد يبدو منه ما يلهي لكن موضوع النائم فعلي قوي لو أن النائم نوما طبيعيا وهو متستر تستر كامل لا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل والسيدة عائشة نائما أما إذا كان هذا النائم ليس منضبطا في نومه وقد تنكشف عورته في أثناء النوم وقد وقد فالأولى أن لا تصلي وهو أمامك لألا تنشغل به وبحركاته وبحديثه أثناء نومه أما المتحدث فإنك تنشغل بحديثه عن الاتصال بالله عز وجل أيها الإخوة الكرام أعيد عليكم مرارا أنني أعظ نفسي وأعظكم في وقت واحد وأنني أيضا معني بالخطاب لأن الله سبحانه وتعالى يحب منا جميعا ألا نستمر على خطأ يعني ليس العار أن تخطئ ولكن العار أن تبقى مخطئا وليس العار أن تجهل ولكن العار أن تبقى جاهلا كبه بعض العلماء الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاةه جاء هذا في فتح الباري قال فإذا أمن ذلك فلا تكره الصلاة خلف النائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيما تروي السيدة عائشة وأنا راقدة معترضة على فراشه هذا ورد في صحيح البخاري ومن أسباب الخشوع في الصلاة عدم الانشغال بشيء فيها كتسوية الحفا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا الحركات الكثيرة في الصلاة أن تسوي الحفا أن تسوي مكان السجود أن تصلح من ثوبك أن تنفض شيئا عنه أن تمسح جبينك كثرة الحركات في الصلاة تبعد الإنسان عن الخشوع فيها لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه وقال عليه الصلاة والسلام لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدا وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه الإمام البخاري إن في الصلاة لشغلة المصلي مشغول باتصاله بالله عز وجل فإن كان يؤدي حركات وسكنات لا معنى لها عنده وإن كان يقرأ قراءات لا يفهمها أو لا يعنى بمعانيها تصبح الصلاة عبئا إذن لا بد من أن يتشاغل بشيء آخر ومن أسباب الخشوع بالصلاة عدم التشويش بالقراءة على الآخرين فقد قال عليه الصلاة والسلام ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا وهذا يحصل المصلون يؤدون صلاة السنة يأتي رجل ويصلي إماما ويرفع صوته حتى يسمع كل من في المسجد بقراءته وحروفه وتجويده وبراعته في القراءة فشوش على كل المصلين ينبغي أن لا تؤذي أحدا وأنت تصلي إن كنت تصلي إماما في مسجد والثواب الذي يتوقعه الناس جميعا من صلاة الجماعة هو في الجماعة الأولى أما أن تقام عشرات الجماعات في المسجد كل ما صلى إنسان ورأه أربع خمس أشخاص صلوا صلاة جهرية وشروشوا على الحاضرين وعلى دروس العلم وعلى من يصلي سنة وعلى من يقرأ قرآنا فهذا فيه أبا للمسلمين ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضه ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ورد هذا في صحيح الجانع ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لو لم يصلي أحد في المسجد وبعد صلاة الفجر جلس بعض المصلين لتلاوة القرآن لا ينبغي أن تقرأ أنت وحدك بصوت عال وتشوش على الحاضرين قراءتهم بالقرآن ومن أسباب الخشوع في الصلاة أيها الإخوة ترك الالتفات في الصلاة فلا يزال الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه رواه أبو داود وهو في صحيح أبي داود أيها الإخوة الكرام الالتفات في الصلاة قسمان التفات القلب إلى غير الله والتفات البصر وكلاهما منهي عنه وينقص من أجر الصلاة وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد أيها الإخوة الالتفات في الصلاة منهي عنه برأسك منهي عنه بقلبك وكلاهما منهي عنه يقول بعض العلماء إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه وغافل مصليان يصليان في مكان واحد وفي مسجد واحد بين صلاة الأول وصلاة الثاني كما بين السماء والأرض لأن الأول مقبل على الله عز وجل والثاني ملتفت إلى سوى الله عز وجل لكن أيها الإخوة هناك التفات المشروع سنه لنا النبي لو أن الإبن اقترب من المدفأة حتى كاد يحترق ينبغي أن تلتفت ينبغي أن ترفع صوتك ينبغي للمرأة أن تصفق ينبغي أن تقوم بحركة كي تلقب هذا الطفل من الوقوع في نار المدفأة هناك حالات ضرورية يقدرها الله عز وجل حينما ترى أن خطراً سيقع على أحد أولادك أو على والدتك أو على زوجتك وأنت في الصلاة ينبغي أن تلتفت وينبغي أن تفعل إشارة ما كي تشير إلى هذا الخطر أو أن ترفع صوتك أحياناً تصلي وحدك في الغرفة وفيها ابن صغير كاد يقع من النافذة ترفع صوتك بالقرآن حتى تنتبه الأم وتأتي فتأخذ الصبي من النافذة المفتوحة أيها الإخوة الكرام ومن أسباب الخشوع في الصلاة عدم رفع البصر إلى السماء فإذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء وما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم هذا يتنافى مع الكشوع وفي حديث ثالث لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم وينبغي أيضاً أن يجاهد الإنسان نفسه في مدافعة التثاؤب في الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم إذا تثاؤب أحدكم في الصلاة فليقظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل شيء آخر يتنافى مع الكشوع في الصلاة ترك استدل في الصلاة لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه لو كان البرد شديداً فلف رأسه كله وغطى فمه وقرأ القراءة ليست واضحة هذا مما ينفص من أجل الصلاة نهى عن أن يسدل المرء في الصلاة يحتاج في كل دقيقة إلى تعديل أما الثوب المخيط المنضبض هذا مريح في الصلاة فأنه إنسان يضع عباءته من دون أن يدخل يديه في أكمامها على كثيفه في الصلاة هذه قد تنزاح قد يحتاج إلى تعديلها من حين إلى آخر فأي شيء يشغلك عن الصلاة في الصلاة هو منهي عنه قال بعض الشارحين لهذا الحديث أن يلتحف بثوبيه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد أن يضع السوب على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه أمامه أو على عضو ضيه فيبقى منشغلا بمعالجته فيخل بالخشوع بالصلاة ومن أسباب الخشوع في الصلاة ترك التشبه بالبهائم فقد نهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث عن نقر الغراب السجود السريع وعن افتراش السبع إذا سجد يضع يديه مع ملطقيه على الأرض كما يجلس السبع وأن يوقن الرجل المقام الواحدة كإيطان البعير له مكان لا يسمح بتغييره في الصلاة يزاحم الناس عليه يدفعهم عنهم كل أرض المسجد واحدة في ثواب الصلاة فهذا الذي يختار مكان ليصلي فيه ولا يسمح لأحد أن يصلي فيه هذا أيضا منهي عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث في الصلاة عن نقر الغراب وافتراش السبع وأن يوقن الرجل المقام الواحدة كإيطان البعير وفي رواية ثانية يقول بعض أصحاب النبي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك وإيقاع كإيقاع الكلب والتفات كالتفات السعلب أيها الإخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام إن من عظم مسألة الخشوع في الصلاة وعلو قدرها عند العلماء أنهم ناقشوا هذه القضية في من كثرت الوساوس في صلاته هل تصح أم عليه الإعادة قال بعض العلماء فإن قيل ما تقولون في صلاة من عذن خشوع هل يعتد بها أم لا يعتد الاعتداد بها في الثواب لا يعتد بها في الثواب إلا بما عقل فيها منها لا يعتد بصلاة لا خشوع لها في الثواب إلا لما عقل فيها منها وخشع فيه قلب المصلي لربه فقط قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو سلسها أو ربعها حتى بلغ عشرها إن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها فأوجبها بعضهم ولم يرجبها بعضهم الآخر اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته أوجبها بعض العلماء ولم يجبها بعض العلماء الآخرين يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى وفي حديث آخر ذكرته قبل قليل إن العبد لا ينصلف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو سلسها أو ربعها أو ربعها حتى بلغ عشرها وابن عباس حينما يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها أيها الإخوة إذا غلب على صلاتك الخشوع فقد يكون في السنن ما يرممها إذا غلب على صلاتك الخشوع فقد يكون في السنن ما يرممها أما إذا غلب عدم الخشوع ومن عادتك أن تخشع في الصلاة ينبغي أن تعيدها من عادتك أن تخشع في الصلاة وفي صلاة واحدة غلب عدم الخشوع فالأولى أن تعيدها أيها الإخوة الكرام الخاشعون في الصلاة درجات وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع الخاشعون في الصلاة على درجات خمس المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوسوس والأفكار المرتبة الثالثة من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوسوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لألا يسرق من صلاته فهو في صلاة وجهاد والمرتبة الرابعة من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها فلم يضيع منها شيئاً بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها والخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكنه مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظراً بقلبه إليه مراقباً له ممتلئاً من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده وقد اضنحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه وهو قرير العين به القسم الأول الظالم لنفسه المفرط الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها معاقب والقسم الثاني من حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فهو محاسب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب إلى ربه آخر واحد قال لأن له نصيباً ممن جعلت قرة عينه في الصلاة إن طبق عليه جزء من قول النبي أرحنا بها يا بلال أيها الإخوة الكرام هذا موضوع بالغ الأهمية الصلاة عماد الدين مرة ثانية الصلاة نور أنت بالصلاة تملك رؤية صحيحة والصلاة طهور أنت بالصلاة لا تحقد ولا تكذب ولا تغش إن الصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر نهياً ذاتياً الصلاة نور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمسون به ترى الحق حقاً فتتبعه وترى الباطل باطلاً فتجتمبه يصعب أن يرتكب المصلي خطأاً فاحشاً لأن معه نور من الله عز وجل والصلاة طهور كل أدران النفس كل مثالب النفس أنت بعيد عنها لأن الله طهارك منها لأن الصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة حبور أرحنا بها يا بلال جعلت قرة عيني في الصلاة الإنسان يستمتع لمخلوقات الله عز وجل لأن الله أوضع فيها مسحة من جمال فكيف إذا اتصل بخالق الجمال وبأصل الجمال هذا الذي نقوله دائماً أيها الإخوة العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية فالسلوك هو الأصل في الدين والعلم هو السبب والجمال هو الثمرة لذلك كما قال بعض العلماء في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ماذا يفعل أعدائي بي بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة يؤكد هذا الكلام قول الله عز وجل ويدخلهم الجنة في الآخرة عرفها لهم في الدنيا ذاقوا طعمها ذاقوا نموذجاً منها ذاقوا نصيباً منها فإن لم تقل أنا أسعد الناس في الأرض إلا أن يكون أحد أسقى مني فهناك خلل في الصلاة الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والثماوات أيها الإخوة الكرام من تركها تهاوناً فقد عصى وقد ارتكب كبيرة ومن تركها جحوداً بفرضيتها فقد كفر من ترك الصلاة فقد كفر أيها الإخوة الكرام هذا المخلوق الضعيف الذي خلق ضعيفاً وخلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً وخلق عجولاً هذه نقاط ضعف في أصل خلقه ما الذي يزيلها الصلاة والدليل إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين المصلي يرى أن الله يعمل وحده في الكون يرى أن الله بيده كل شيء يرى أن الله لن يسلمه لأعدائه يرى أن الله حي قيوم يرى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله يرى أن الأمر كله يرجع إليه يرى أنه الأول والآخر والظاهر والباطن يرى أن الله حسيب على كل شيء أمره بيد الله لا بأيدي الخلق المصل مع المنعم لا مع النعمة بين الغرب واشترق هذه الكلمة الغرب مع النعمة والمؤمنون مع المنعم